اشتركوا في القناة وطبعا ذكرنا الأدلة على خروج يأجوج ومأجوج من خلال الكتاب ومن السنة وذكرنا الرحلات بتاعة ذي القرنين ذلك الملك المؤمن العادل الذي امتلأ قلبه إيمانا وآمن مع سيدنا إبريم عليه السلام وتعلم منه الخير ده كله ونشره بين بقاع الأرض ذكرنا رحلاته الثلاثة الحلات الأولى جهة المغرب والناس اللي كانوا كلهم جفار وبفضل الله سبحانه وتعالى كثير منهم آمن على يدي ثم الرحلة الثانية إلى جهة المشرق والناس كلهم آمنت على دي ثم بعد ذلك الرحلة الثالثة اللي احنا ما زلنا فيها التي كانت جهة الشمال في منتصف الكرة الأرضية اللي هو عند المكان اللي بين الجبلين وذكرنا الأمة المسكينة اللي كانوا عايشين على الزراعة على تربية الغنم والماشية وكانوا عايشين بالقرب بين جبلين وكان من بين الجبلين كان فيه مكان كدوة يعني مكان مفتوح بين الجبلين كان بيخرج منه كل يوم بالليل أمة يأجوج ومأجوج القبيلتين الكبار اللي أمة بالملايين دولت يخرجوا عليهم يكلوا الزراعة بتاعهم وياخدوا الماشية ويسرقوها وياخدوا المية بتاعتهم فلا يبقوا لهم شيئا من الأمة وصلت لمرحلة أنها مش لا يتاكل حاجة فربنا أنقذهم وأكرمهم بذي القرنين عرضوا عليه المشكلة فيعني وافق أنه يقف جنبهم بشرط واحد فقط وده دائما سمت أهل الإيمان أنا مش عايز منكم حاجة بس بشرط تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وده درس لنا نحن نستثمر مش عايز أقول نستغل نستثمر حاجة الناس إلينا فإن احنا ناخد بؤديهم وناخد قلوبهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى قالوا له نديك مال إيه رأيك إن جوجة ومأجوجة مفسودون في الأرض فهل نجعله لك خرجا على أن تجعله بيننا وبينهم سدة قال لهم ما مكنني فيه ربي خير وإنا مش عايز حاجة الحمد لله ربنا موس على وكرمني فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رضم يعني أنت بس كل ما في الأمر أنا عايز إيديكم معايا يا رجالة نبني مع بعض ونزبط وأنا هقول لكم الزيت ابن السد دا علشان أمة يأجوج ومأجوج ما تطلعش عليكم مرة تانية تعالوا نشوف كيف تم بناء السد وكيف تم نجاة هؤلاء الناس من يأجوج ومأجوج وآخر عنصر كيف كان هلاك هذه الأمة أو كيف سيكون هلاك هذه الأمة في آخر الزمان طيب قلنا أن دول قارنين أصدر أمر عام أن جميع الناس دول الموجودين دولت الأمة الناس اللي بيرعوا الأغنام وبيزرعوا والأمة دايما بيطلع عليهم يأجوج ومأجوج أصدر قرار بأن كل الناس تقف تشتغل قالوا خلاص نشتغل هنعمل إيه؟ قال لهم أول حاجة إحنا الفكرة العامة إن إحنا قادي الجبالين وهمت ويأجوج ومأجوج بيطلعوا عليكم مين؟ من خلال الجبالين الفتحة والمنفذ اللي بين الجبالين كل اللي هنعمله إن إحنا نسد الفتحة اللي بين جبالين قال له فتحة بين جبالين حد يقدر يسد فتحة بين جبالين لمسافة كبيرة جدا قال له ما تشوفش بالكم أنا عند الطريقة وعند الأسلوب البسيط جدا اللي احنا من خلاله نقدر ان احنا نسد بين الجبلين نعمل ايه قال لهم رقم واحد احفروا المكان اللي بين الجبلين واقف بقى طبعا كل القبيلة كلها بلا السسناء ممكن تكون عددهم آلاف الرجال كل واحد بقى المعول اللي كان بيزرع به واللي كان بيفحط به الأرض كل اللي عمل انه جاي به وبدأوا يفحطوا وينظموا ويوزعوا العمل على بعض كده لحد ما فحطوا كل المسافة اللي بين الجبلين بدأ سيدنا ذو القرنين بدأ يقولهم عايزين نحط صخور ورمال خلاص طلعنا الطراب وطلعنا الحاجات دي كلها عايزين نحط صخور وحواليها شيء من الرمال وبعدين بعد ما نحط الصخور ورمال عايزكم تجيبولي اكبر كمية موجودة من النحاس وكان ربنا مقدر ان المنطقة دي كانت غنية جدا بتلت حاجات رقم واحد النحاس رقم اثنين الحديد رقم ثلاثة العمالة الكبيرة والدواب والاشجار والغبات الدواب اللي تنقل كل الحاجات دي من الاماكن بتاعتها الى المكان بتاع العمل اللي هم هيعملوا فيه السد بتاع ذو القرنين بدأوا بالفعل الحمد لله رب العالمين بدأ يجمعولوا قطع النحاس بدأ ذو القرنين يحط قطع النحاس في المكان ده ثم طلب منهم ان هم يشعلوا النار على قطع النحاس خدوا بالكم سخور وما بينها رمال بسيطة كده وحواليها طبقة مغلفة كاملة من النحاس فاصبح اساس لا يمكن حد يأثر فيه ابدا لانه عبارة عن سخور وما بينها ذرات رمال بسيطة ومتغلفة كلها بغلاف من النحاس المذاب ترك النحاس بعدما ذاب النحاس تركه لحد ما نشف وبقى طبقة صلبة جدا جدا وقوية جدا خلاص كده احنا فحتنا ورمينا الاساس من الصخور وبعض الرمال البسيطة اللي بتؤثر في تماسك النحاس ثم بعد ذلك صبينا النحاس عليه وعملنا طبقة كبيرة جدا هنبدأ بقى نبني السد فوق الارض بعدما عملنا اساس كبير جدا وقوية جدا يتحمل السد اللي هيبني فوق الارض وإلا لو السد تبني فوق الارض من غير اساس كان ممكن سهل جدا انه يأجوج وما أجوج يحاولوا ينخروا في السد بأي طريقة او يفحتوا من تحته ويخلصوا الموضوع ويطلعوا عليهم مرة تانية انه هو سد عليهم كل الطرق من تحت نحاس مذاب وشجيد جدا وصلب جدا عشان لو حاولوا انهم ينخروا في الاساس هيلقوا كل نحاس محدش يقدر يقرب لشوف زكاءه بقى ديه في مسألة البناء ومسألة انه هو ربنا جعله سبب في حماية هؤلاء الناس المهم ربنا قدر انه هو قال لهم خلاص بعد كده بقى عايزكم تجيبولي قطع حديد كبيرة خدوا بالكوا بقى السد هتعمل ازاي قطع حديد كبيرة طيب بدأوا كل واحد يجيب له قطعة حديد ويحطها وذو القرنان ياخدها ويرصها بنفسه بين الجبلين لحد ما رصوا حديد بكميات هائلة جدا من تحت لحد ما ساوى بين الصدفين يعني بين الجبلين يعني شوف الجبل ده مثلا ارتفاع مثلا قولنا مثلا اه 500 متر والجبل التاني ارتفاعهم مثلا 500 متر ذو القرنين خلاهم يرصوا الحديد لحد اطراف الجبل من فوق ده العمل ايه ده ده عمل شقي جدا وتكلف منهم جهد قد ايه ووقت قد ايه وتكاليف قد ايه بس اهم حاجة ان الناس دولة تعرفوا يعيشوا بعد كده مش مهم متكلفنا قد ايه مهم ان الناس دي هتيعرفوا يعيشوا بعد كده ويبقوا في امان وبعيد عن بطش وعن سلبه وعن الاذى الذي يحدث من قبيلة يأجوج ومأجوج بعد اما جاب الحديد بالكميات الكبيرة دي توصل لحفة الجبل امرهم ان هما يوقضوا على الحديد نار اوقضوا على الحديد نار فتماسك ثم امرهم بعد ذلك ان يأتوا اليه مرة تانية بالنحاس جاءوا بالنحاس فامرهم ان يشعلوا تحته نارا ثم بعد ذلك بعدما تم صهر الحديد في الممر دوت وتم صهر النحاس في القدور جاءت المرحلة الاخيرة وهي ان هو بدأ يصب النحاس المصهور على الحديد المذاب فتخلى للنحاس وسط الحديد مش متخيلي الموضوع هاولو لكم ببساطة ذو القرنين قال لهم هنرص حديد فوق احنا عملنا تحت صخور ورمال بسيطة وطبقة نحاس كبيرة جدا ده في الاساس فوق بقى بدأ يرص الحديد ويعمل ما بينه فجاوات بسيطة وبدأ يشعل النار على الحديد عشان يبتدي يتماسك كل عمود كده يتماسك مع بعضه علشان ما فيش حديدة تقع او تزقط ثم بعد ذلك قال لهم هاتوا نحاس وايه ونصهروا في القدور بعدما صهروا النحاس في القدور وبقى عمل زلمية تلعوا فوق وبدأوا يصبوا النحاس على الحديد فبدأ يملى الفجاوات اللي ما بين الحديد فاصبح الجدار كله عبارة عن حديد متماسك وكل قطعة حديد مسكف اللي تحتها واللفقيها واللي جنبيها وما بينهم ما بين بعض يصبح ايه النحاس ينزل فيعمل طبقة تتماسك مع الحديد فاصبح اجمل وافضل وامتن جدار ووجد على وجه الارض لان كله على بعض معمول من ايه من النحاس المذاب والحديد المذاب واللي اتنين فوق بعض الله اكبر ايه الفكرة العبقرية دي كلها جاب الافقار دي منين لان ربنا قال واتيناه من كل شيء سببا نرجع تاني نوصف الجدار في عجلة سريعة كده اللي حصل يا جماعة انه عمل فحت ما بين الجبالين بدأ يحط السخور الكبيرة وما بينها ذرات رمل بسيطة عشان تتماسك مع النحاس وصب عليها النحاس فاصبح ايه الاساس قوي جدا من فوقها بناء يدوب كده ايه طبقات من الحديد طبقات من الحديد تتحطي لحده ما وصل لطرف الجبالين وبدأ يولع النار على الحديد عشان تتماسك الطبقات دي مع بعضها ما يبقاش حديدة محطوطة فوق حديدة بعد كده تتنتر وتقع من عليها لا تتماسك فيها ثم بعد ذلك صب النحاس المذاب من فوقهم فنزل النحاس بين الحديد فتماسك الجدار او تماسك السد فاصبح سدا منيعا املسا لانه نحاس من بره ومن جوه حديد ومن داخله نحاس فاصبح ناعم جدا محدش يقدر لا يتسلقه ولحد يقدر ينقب في هذا الجدار وبالتالي كان اكبر حماية لهؤلاء الناس من يأجوج ومأجوج ايه اللي حصل؟ جوم يأجوج ومأجوج كانوا غابوا كده كم يوم وبعدين جاعوا ولسا عايزين يروحوا علشان يعدوا من بين الجبلين علشان يوصلوا لهذه الأمة الضعيفة علشان يأكلوا الخيرات بتاعتهم ويسرقوا المشياء بتاعتهم فجأة لقوا السد قدامهم ايه اللي حصل من يأجوج ومأجوج؟ حاولوا ان هم يتسلقوا الجبل ما اعرفوش لانه الطبقة نحاسية ملساء محدش يقدر يطلعوا مفاش مقابة عشان يقدروا يطلعوا حاول ان هم ينقبوا يخروموا في الجبل ما ادروش لانه عبارة عن نحاس وحديد ايه اللي حصل بعد كده وكيف كانت نهاية يأجوج ومأجوج ده اللي هنعرفه بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل اجل نشوف كيف كان هلاك يأجوج ومأجوج طبعا خدوا بالكم من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه القصة بيحكينا اللي حصل وطبعا والقرآن بيذكر لنا اللي حصل من يأجوج ومأجوج في سالف العصر والزمان في عهد ذي القرنين ثم بعد ذلك هيذكر لنا نبع السلام إيه اللي هيحصل ليأجوج ومأجوج في آخر الزمان يعني النص اللي احنا حكينا ده حصل في زمن ذي القرنين اللي هو في زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام والحتة اللي جاية ديت ده اللي هيحصل في آخر الزمان فيه كعلامة من علامات الساعة الكبرى يعني اللي فات ده حصل خلاص واللي جاية ده بقى ده اللي هيحصل بعد ذلك وسبحان الله ارطوكم من تقدير ربنا سبحانه وتعالى اني اجوج وما اجوج على سطح الارض وما حد شافهم رغم انهم بالملايين وخد بالك من حقيقة والجبالين اللي موجودين ذو الجبالين كبار جدا وما بينهم سد كامل من الحديد والنحاس المذاب ومع ذلك محد شاف وليه لان ربنا ما قدرش ان حد يشوف والحد النارضة تعالوا نشوف ايه اللي حصل بعد ذلك او ايه اللي يحصل بعد كده اخبارنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيخرج يأجوج ومأجوج بعد بناء هذا السد في اخر الزمان طبعا اللي يحصل ده بيحصل من ايام سيدنا وابريم الى يومنا هذا الى الى يعني الى اخر الزمان ولكن التفاصيل بقى خروجهم هي اللي تحصل في اخر الزمان اخبارنا النبي على السلام ان هم من ساعة ما تعمل السد في عهد زلقرين وفي عهد سيدنا ابراهيم وهم كل يوم اللي هم يأجوج ومأجوج بيحفروا بيديهم تخير حضرتك ما كانش معاهم معاول بيحفروا بيديهم من قوة ايديهم كانت ايديهم بتنخر في الحديث في الحديد والنحاس ويفضلوا يحفروا كل يوم لحد ما يخلاص قربوا يخرجوا ولدرجة ان هم شايفين شعاع الشمس من وراء هذا الجدار او السوري اللي هو كان معمول وبعدين الزعيم هم يقول لهم ايه طيب ارجعوا خلاص تعيبنا كده ارجعوا ونحفروا مرة تانية بكرة وما يقولش ان شاء الله خذوا باكوا وركزوا فلما يرجعوا تاني يوم يلاقوا الجدار اللي هم حفروا ده كله رجع تاني زي مكان ده كلام حبيبك هقولولك دلوقتي حالا يرجع الجدار تاني زي مكان فيستغربوا ايه ده ده احنا حفرينه مبارح مع بعض فيحفروا تاني وبعد اما يحفروا تاني يلاقوا بقى خلاص بقى وصلوا سبحان الله وربنا يقدر ان هم حتى ما يقولش ايه طب ما نكمل حتة صغيرة ده لأ ربنا يقدر ما يكملش الحتة الصغيرة ده لان ربنا ما قدرش ان هم يطلعوا لحد الان يحفروا تاني ويوصلوا لحتة يوصلوا خلاص بقى ايه يعني جزء من الجدار البسيط شايفين من وراء الشمس شفت ده وبعدين يقولوا طب نرجع بكرة ونحفروا ويفضلوا كده آلاف السنين كل يوم يحفروا لحد اما قربوا يشوفوا سمسوا يرجعوا تاني مشكلة كل يوم كل يوم وما يقاسوش ابدا لحد اما يجيوا في مرة الكلام ده امتى حباب قلبي في اخر الزمان بعد ظهور المسيح الدجال وبعد ما سيد نعيسى يقتل المسيح الدجال ثم بعدها مباشرة بقى يظهر يأجوج ومأجوج يظهروا ازاي بقى هيجي الامير او الملك بتاعهم هيقول لهم تعالوا نحفر بقى كزي ما بيحفروا على طول فلما يحفروا هيتركوا لحد صح такая ما يلاقوا نفسهم يادو بشافين الشمس ولسه ما كملوش فيقول لهم ارجعوا فستحفرونه غدا خبالك ان شاء الله مجرد ما قاله كلمة مجرد ما قال كلمة ان شاء الله وكأن كلمة ان شاء الله هي كلمة السر خبالك كأن هي دي كلمة السر فمجرد ما يقول ان شاء الله يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيرجعون اليه في اليوم التالي فيجدوه كما تركوه اللي الحط الصغيرة دي بس فيحفروها ويخرجوا إلى الناس ويعيثون في الأرض فسادا وإفسادا مش هيتركوا لا زرع ولا أكل ولا شرب ولا مواجي ولا دواب ولا بحر ولا نهر ولا ترع ولا أي حاجة في الدنيا إلا ما هيكلوها ويشربوا المي اللي موجودة تقريبا على وجه الأرض في ذلك الوقت قلت لحضراتكم هيكون ظهر المسيح الدجال وسيدنا عيسى عليه السلام نزل وأتله وعاش عيسى عليه السلام مع المؤمنين الذين كانوا من حولي واخد بالكم الحاجة وكل من كان على الأرض في ذلك الوقت كان مؤمنا إلا قوم يأجوج ومأجوج كانوا أمة كافرة خد بالك في اللحظة دي سيدنا عيسى سيأتيه الأمر من الله سبحانه وتعالى أن حصن عبادي في جبل الطور فإن عبادا لي لا يداني لهم أحد حد يقدر عليهم خالص بالمرة ما فيش حد هيقدر على يأجوج ومأجوج بسهولة لأنهما قوم في قمة الشراسة وفي قمة الكفر والعلو والاستكبار وعندهم قوة عجيبة جدا إباد عنهم على قد ما تقدر تحصن أنت ومن معك من المؤمنين سيدنا عيسى عليه السلام في جبل الطور فما كان من سيدنا عيسى عليه السلام إلا أنه قال للناس المؤمنين اللي معاه تعالوا ربنا أمرني أننا أتحصن أنا وانتم في جبل الطور الله أكبر هنعملوا في الوقت ده هنعملوا حاجة جميلة جدا جدا سيدنا عيسى رسول من أولي العزم الخمسة فما كان منه إلا أن يقولهم تعالوا بقى نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى اللي هو ملاش غيرك يا رب لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك الدعاء بقى الدعاء الدعاء هو العبادة قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقرأ قول المولى عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم قال إن الذين يستكبرون عن دعاء لا عن عبادتي الله يبقى الدعاء هو العبادة إذن فالدعاء هو العبادة فسيدنا عيسى هو من معه من المؤمنين الدعاء يا رب نجينا من يأجوج ومأجوج يا رب اصرفهم عننا يا رب أهلكم يعني أنا متخيل طبعا ما فيش رواية بتقول لكم هم دعوا بإيه لكنهم الرواية بتقول لهم ظلوا يدعوا ويجأروا إلى الله سبحانه وتعالى وده رسالة لأي إنسان ربنا ابتلاها بأي ابتلاء أو أي وحدة ربنا ابتلاها بأي ابتلاء الدعاء ملكيش جغل ربنا سبحانه وتعالى قول يا رب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوق وأجعلكم خلفاء سبحانك يا رب ادعى ربنا ادعى ربنا ربنا هو الذي يجيب دعوة المضطر ويكشف السوق سبحانه وتعالى يعني سبحانه الله كتير من الناس بيلجأوا لإن حد يحلوله مشكلتهم وينسوا إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة كما عند مسلم فينادي هل من دعان يدعوني فأجيب هل من سائن يسألني فأعطيها هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح فسيدنا عيسى ومن معهم من المؤمنين هاي بيطاروا يدعوا 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 لحد أما كان في اللحظة دي اتحصل حاجة عهيبة جدا يا جوجة طبعا لفوا الكرة الأرضية وعملين وزالي سبحانه الله هو جبل الطور ده فين ده في سيناء وهم جوجة ومجوجة لما يظهروا يظهروا فين على حدود روسيا وما لإيه اللي جابهم في سيناء لأنه بيطوف الأرض كلها كل بلد يمروا فيها يشربوا وميطها ويأكلوا الزرع اللي فيها ويأكلوا الخضر والشجر ويأكلوا المواشي اللي فيها وكل ما بيخلوش حاجة أهلكوا الحرثة والنسل وقضوا على أهل الأرض فما بقي أحد فلما نظروا في الأرض خبالك بقى المشهد ده وجدوا إن ما فيش حد موجود في الأرض غيرهم فقالوا إيه خلاص قاهرنا أهل الأرض خلصنا على أهل الأرض فما بقي إلا أهل السماء هيا لنقتل أهل السماء قالوا يلا فكل واحد فيهم خط حربة خدوا بالكم شوف سنة الاستدراك في آخر الزمان بتم عاملة إزاي كل واحد خط حربة ورح رميها في الهوى فتنزل الحربة خد بالك بقى تنزل مخضبة بالدماء تخيل حضرتك لو رميت الألم ده في الهوى كده فنزل لك مليان دم قالوا إيه دا الدم دم نين فقالوا باس ما دم نزلت مخضبة بالدماء يبقى احنا قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء دا الاستدراك وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمي لهم إن كيدي متين سبحانك يا رب إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلطه وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي وكذلك أخذ الكرة إذا أخذها وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد والحديث روى البخاري ومسلم في الوقت دا سيدنا عيسى كان عمال بياده في جبل الطور هو من معه من المؤمنين وفي لحظة ربنا سبحانه تعالى صلت على يأجور صلت على يأجور صلت على يأجور أم بالقوة دي وبالكفر دا وبالعتاد دا وبالمنع دي كلها ربنا يصلت عليها إيه أنا متخيل إن ربنا يأمر الأرض أن تنخسف فيهم أو الجبال إنها تتهدى عليهم أو البحار إنها تبتلعهم أو يرسلهم سيدنا جبريل يقضي عليهم كما قضى على قرى قاملوت ما حصلش كل دا أمال إيه اللي حصل ربنا صلت عليهم دودة صغيرة تكون في أنوف الإبل اسمها النغف فتدخل كل دودة في أنف كل واحد من يأجوج ومأجوج وتفضل طالع حتى ما توصل في مخه وتفضل تنخر في مخه فيضرب كل واحد منهم رأسه في رأس التاني ويخبطوا دماغهم في الأرض عشان يخلص من الآلام اللي بتتسببها الدودة اللي عملها تنخر في مخه فيسقطون موت فرسة كموت رجل واحد كل الأمم ديت الملايين دي كلها هتموت في لحظة واحدة ويترموا في الأرض كلهم وتبقى الأرض غرآن من نتن ريحهم سبحان الملك في اللحظة ديت سيدنا عيسى هيقول لهم من منكم يحتسب نفسه عند الله سبحانه وتعالى ويخرج ويأتينا بخبر يأجوج ومأجوج إن اللي خارج مش يرجع مرة تانية فقام رجل منهم وقال أنا يا رسول الله له سيدنا عيسى عليه السلام فقال له عيسى عليه السلام إني لا أحتسب أن تكون رفيقي في جنة الرحمن فخرج الرجل فوجد يأجوج ومأجوج قد ماتوا جميعا فعاد ليخبر سيدنا عيسى عليه السلام بإن ربنا أهلك يأجوج ومأجوج وإن الأرض اتملت من نتن ريحهم فيلجأ عيسى عليه السلام يحمد الله عز وجل أولا هو من معه من المؤمنين ثم يلجأون إلى الله لكي يخلصهم من نتن ريح يأجوج ومأجوج فيرسل الله عز وجل طيورا من السماء الطير في حجم الإبل الطير الواحد أدى الجمل فكل واحد من الطور يأخذ واحد من يأجوج أو مأجوج ويلقيه في البحار ثم يرسل الله عز وجل مطرا يغسل الأرض غسلا من نتن يأجوج ومأجوج ثم يخرج عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين ويعيش أجمل سبع سنوات وجدت على وجه الأرض ويحج سيدنا عيسى ويموت بعد سبع سنوات ويعيش أجمل حياة في الدنيا تنزل بركات من السماء وتخرج بركات من الأرض ويعيشوا أجمل سبع سنوات بعد قتل المسيح الدجال وموت يأجوج ومأجوج الحلقة اللي جاية برضو مفاجئة